لما منقول مبدعين لبنانيين خارج أراضي هيدا الوطن ما منقصد بس بالطب أو بالهندسة أو بهيدا المهن خلينيقول ياللي صرنا معوادين أنه نشوف مبدعين فيها ولكن اليوم المبدع اللبناني من نوع آخر مبدع بالفن مبدع بعدسته مبدع بنظرته للإشياء مبدع كيف بيقدر يحول هيدا النص المكتوب لصورة عم تحكي هو اللبناني الإلماني كريستوفر عون يلي بيطل معي مباشرة من إلمانيا صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك كريستوفر بعرف أنه هيك أنت ملبك شوي لأنه لغتك العربية وسط بس قلتلك أنه أنت فيك تكون مرتاح وتحكي بالطريقة يلي بتريحت أول شيء لبناني بإلمانيا أنت بلشت دراستك بجامعة الأديس يوسف هون وبعدين رحت على ألمانيا من بعد أول سنة ليه قررت أنه تكفي المشوار برات لبنان بلشت بلبنان وحسنت أنه وصلت على محال كان بدي أتطور أكتر أوكي وما كان في مجال في لبنان وطلع لي سكولورشيب لألمانيا حملت بألمانيا دراست السينماتوغرافي وهي مدير تصوير أوكي وضلت هونيك ورجعت على لبنان صورت كفر ناحب ومصورت أفلام بلبنان بس حسيت بوقت أنه لأتطور أكتر كان يستم كمل بألمانيا وبأمريكا تب اليوم هيك كريستوفر يعني لشاب مبلش ومخلص جامعة وهكي بتعرف كل الشباب عند أحلام وعند طموحات كبيرة كيف بلشت أنت بأول يعني شو كان أول هيك عمل أخدته ويلي هو لمع وخلى كل العالم بده كريستوفر عون بلشت صور دعايات بلبنان رجعت صورت فيلم لسن اسمعي مع فليب عالتنجة ومن هونيك بلجت تشتغل بإلمانيا وصورت كثير دوكومنتريز بالهند وبالعالم اللي خلونا شوف العالم بطريقة تانية وسافر كثير وهذا الشي خليني أحب كمان التصوير وحب الشغل اللي عمام له كثير لأنه بخلينا شوخ وفوت بمطاريح بمطاريح جديدة مع ناس جديد كريستوفر اليوم لما نقول سينماتوغرافر يعني فعليا على الأرض شو بيكون دورك شو بيكون شغلك الشغلة فيه شغلتين بصور بالأفلام بيجينا سكريبت اللي هو تكست وشغلة أنه أقريه وشوفه كأنه في فيلم وترجمه لصور كل شيء نشوفه على السكريين هو الشغل اللي بعمله من التكست لترجمه لصورة حقيقية عم تحكي يعني عادة من فكر كريستوفر أنه هيدا شغل شغل المخرج يعني اليوم كادي او بي بدك تكون عم تشتغل بنفس يعني بنفس الوقت مع المخرج عم بتتحول الفيجين طبعه أو نظرته أو يلي هو شايفه بهذا السكريبت أو كيف بتصير الأشياء؟ مع المخرج همكون كأنه إيدو اليمين للمخرج ومخرج عنده المثلين عنده كذا شغلة أنا أنا اللي بعرف نحي كتير واناليزي يعني أنت الشخص المسؤول أنك أنت تترجم هيدا السكريبت وتترجم هيدا النص يلي اللي وصل لعندك لصورة حقيقية كريستوفر هيك مبرحة عم شوف كنت شوي صفحة الانستغرام طبعا أكيد في مجموعة من الصور عن العديد من الأعمال يلي انت عملتها بس اللي اللافت كان إنه لما عم بتحط الشكر بالآخر طبعا الأسامي كلها غريبة عجيبة يعني لما بيكون هيك في خليط سقافة مع العديد من الجنسيات مع العديد من هيك طريقة أفكار مختلفة هذا الشي شو بيضيف للشغل شو بيضيف لألك كمان بيخلي بيفتكر هذا حلو بشغل بالسينما أنه لنصور في الملي بدنا كتير ناس من من كزا محال اللي يجيبوا معهم الكولترالي لا يخبروا أسا يعني بـ كنا بركة 200 أو 300 شخص عم نشتغل عليه وهؤل الأشخاص من أين ما كان بالعالم كل أشخاص بعملها هي بـ 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 نرأة كثيرا على هنا أمريضا قد تستغل التي تستغل للشو 양ولة من الحيات إنها من ليسبات إنها من وكبروس هي من إي 에طاليا وهي كثير تجعوم prueba بشغلة متخلات ما ليصفر جدا بيخليننا تراه في الإسياة بطريقة كثير مميزة كريستوفر بما أنه حكيت عن The Impress خلينا نشوف شوي منه ونرجع نحكي أكتر عنه شو يعني لك كريستوفر اليوم أنه اسمك على مسلسل Impress يلي نازل على نتفليكس كتير كتير فخور أنه غزلت على محال ما كنت أحدا بفيه حتى في لبنان وقت أشوف الترايلر بحس أنه وصلت على محال كتير كتير حلو بنفس الوقت كمان بجتقل لبنان عبالي أرجع بصور كمان أكتر بلبنان وكان فيه كفر نحوم كانوا كتير حلويا بس كمان The Impress عم حس أنه عم بعض الشيء للعالم وهذا الشيء بمسطد كتير وقت أشوف أنه وصلت على هذا المحل كريستوفر يعني اليوم لبناني بنتفليكس وعم نشوف عن جد قد فيه لبنانيين بمختلف المجالات يلي عن جد هيك منشوف حالنا فيكن وبترفعوا لنا راسنا ولكن هيك من جوة شو بتحس أنه ناقص هيدا البلد حطي لها كلكم بره يعني ما فيكن مثلا هيك حدا يجي يبلش بشي مطرح من لبنان يقول لا أنا بدي بلش من هون خلاص عملت الإكسبرينس عملت الخبرة يلي بدأ أعملها بره بلا عبالي أنا بفكر أنه I need that experience ولازم لازم كمل بره بس كمان بنفس لازم أحس أنه رح أرجع لبنان وعبالي أرجع أعطي شي لبنان ورجع أستكشفه كمان بطريقة تانية إن شاء الله إن شاء الله قريبا كريستوفر اليوم شو أحلامك يعني اليوم وصلت لمطرح أنه كمان أنا عم اشتغلت مع كتير ناس عالمين تلسين لنا جماز وغيره طيب أنت اليوم شو أحلامك هيك وين بدو ياخدك طموحك أعبالي أكمل أنه السينما هو حلمي وعم عيشه وهذا شي كتير حلوة معا أحس أنه أنا أعبالي أعطي هلأ أنه وصلت عم حال تعلمت كتير وعش أشعر كتير 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 مبسطت أنا بهذه الصبحية معك وما بعرف عندك اليوم عم تصور مش عم تصور عم تشتغل عم تحضر أنا بعرف أنه أخذ معك أخذ معك سنة شغل ففي شي هلأ بروجيه جديد عم تحضر له عم أحضر سيريس جديدة وهذا أحضر بصور أفليمز ليرة أرت فلمس أوكي في سنتجة في في نيو سيريس لكانال بلوس أوكي رح تخلص أشال يا رب دايماً لمزيد من النجاح والتقلق شكراً كتير لألك شكراً كتير لوجودك معنا شكراً لألكل التوفي شكراً كتير